الذي أمرنا بالدعاء وآدنا بالعجابة القائل في كتابه المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إبادتي سيد خلون جهنم داخرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرحمة القائل ادعوا الله وأنتم موقنون بالعجابة صلاة والسلام دائمين وتلازمين عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإهسان إلهام الدين أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد أيها لكوة الكرام عليكم بالدعاء لقضاء هوائدكم ولدفع المسائف وكشف البلاء والعافات لأن الله تبارك وتعالى تحب الملحينة الدعاء والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعوا الله على كل شعونه في عمر دينه ودنياه والدعاء سلاه المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام ومن شروط وآداب الدعاء أن تدعوا الله تضرعا وخفية آل تعالى تضرعا ودون الجهار من القول بالغدو والاسالي والثاني أن تدعوا الله وأن تمكن بالإجابة قال عليه الصلاة والسلام أدعوا الله وأنتم ممكنون بالإجابة والثالث أن تقدم أمل من الخيرات كالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدعوا الله تبارك وتعالى والرابع أن تكبر الله وتعزمه وتتوكل عليه آل تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتوكل على الحي الذي لا يموت والخامس أن تذنب المعاسي والمنكرات آل تبارك وتعالى إن تجتنبوك بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونذكلكم ملكلا كريما والسادس أن تقف لسانك ويدك في إزاية خلقه تبارك وتعالى والسابع أن تتوصل بشيء يهبه الله تبارك وتعالى كعمل من الضاءات أو إهسان إلى خلقه تعالى أو تجنب منكر لعجل الله وتتوصل به إلى الله لقضاء هوائج أو تتوصل بعزم وسيلة إلى الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَلَبَيْهَكِي أَنْ أُمَمَةِ بِنِ سَحْلِ بِنِ هُنَيْفِ رضي الله تعالى وَانْهُ أَنْ أَمِّهِ أُسْمَانِ بِنِ هُنَيْفِ رضي الله تعالى وَانْهُمَا أنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتَلِفُ إِلَى أُسْمَانِ بِنِ أَفْحَانِ رضي الله تعالى وَانُهُ فِي هَاجَةٍ لَهُ فَكَانَ أُسْمَانِ بِنِ أَفْحَانِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرِ فِي هَاجَتِهِ فَلَقِي إِبْنِ هُنَيْفِ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أُسْمَانِ بِنِ هُنَيْفِ إِتِلْ مَيْضَعَةَ فَتَوَبَّ سُمَّ إِتِلْ مَسْجِدَ فَسَلِّ فِيهِ رَكَعْتَيْن سُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْعَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ نَبِي الرَّهَمَةٍ يَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ أَنْتَقَ بِهَاجَتِي وَتَذِكُرَ هَاجَتِكَ وَرُوهَ حَتَّى أَرُوهُ مَعَكَ فَانْتَلَقَ الرَّجُلُ فَسَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَى بَابُ أُسْمَانِ بِنْ أَفَانِ فَجَاءَهُ الْبَوَّافِ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدَخَلْهُ أَلَى أُسْمَانِ بِنْ أَفَانِ فَأَجَلَسَهُ مَعَهُ أَلَى فِرَيْشِهِ فَقَالَ مَا هَاجَتُكَ فَذَكَرَ هَاجَتَهُ وَقَبَاهَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا ذَكَرَتُ هَاجَتُكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةِ أيوهَ الْأَحْبَابُ هذا توصل بِنَبِينا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّم ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ إِنْ بِهِ فَلَكِيَ فَقَالَ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرَ مَا كَانَ يَنْظُرِ فِي هَاجَتِ وَلَا يَتُفِئِ إِلَيْهِ أَتَا كَلَّمْتُهُ فَقَالَ أُسْمَانِ بِنُهُ وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَتَاهُ بَرِيرٌ فَشَكَى إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِتِ الْمَيْضَ أَتَا فَتَوَضَّى ثُمَّ سَلِّرَ كَاتَيْنِ ثُمَّ دَعُوا بِهَذِهِ الدَّعْوَاتِ قَالَ إِبْنَ هُنَيْفِ فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَتَعْلَيْهِ بِنَ الْحَدِيثِ حَتَّى أَدَخَلَ عَلَيْنَ الرَّزُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِهِ ذَرْءٌ كَبْرٌ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أُوسِيكم وَنَفْسِي بِتَقَوَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأُهَذِّرُكُمْ إِلَى الْإِتِيَانِ إِلَى الْقُهَانِ وَالسَّهَرَةِ لَأَنَّهُمْ أَخَذُوا مَالَكُمْ وَسَرَقُوا إِيمَانَكُمْ عَلَيْكُمْ بِالدُّعَى وَاللُّجُوءِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَأَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَوَادٌ خَرِيمٌ مُجَابٌ لِدَعْوَةِ لِجَعْوَةِ المُطْبَرِّينَ قال تعالى عَمَّنْ يُزِيبَ الْمُطْبَرِّ إِذَا دَعَاهُمْ وَيَخْشُفُ السُّوءَ وَيِجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ آَا إِلَاهُمَّ عَلَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَّكَرُونَ إِبَادَ اللَّهِ أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ وَأَسَّقَفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَسَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى حَبِيبِنَا وَحَبِيبُكُمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللهم سَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ لِفَاتِهِ لِمَا أُغْرِكِ وَلَخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاسِرَ حَكِ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي الْأَسْرَ عَلِكَ المُسْتَقِيمِ وَالَى آلِهِ وَالَالِهِ وَالَحِمَدٍ أَزِيمٌ الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا مولانا محمد bin Abdullah وَالَى آلِهِ وَسَحَابِهِ وَمَوَالَهِ يَنْوَا كَمَيْنَا كَذِيهُوا وَمُتَيَو تَنَا مَجَنَا نَيَا أَكَنْ أَدْدُعَ دَوْكُمَ مَهِمَّنْسَنْ أَدْدُعَ دَوْكُمَ الشَّرُّقْنَ اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر